الأتريال فبريليشن لاحظ معاي شغلتين أول شيء المسافة بين الكيو آر اس والكيو آر اس غير متساوية في جميع الموجات الشغلة الثانية يعني شوف يعني هذه من هون لهون أكبر من هون لهون غير منتظمة الشغلة الثانية عندك البي ويف صعب أنك تحدد أي واحد من هون هي البي ويف يعني مثلا شوف عندك هاي الصينيس ريثم النورمال صينيس ريثم المسافة ما بين الكيو آر اس و الكيو آر اس متساوية يعني إذا بتجيب ورقة وبتعلم بالخط خنقول هاي القلم هون مسافة ما بين هون وهون نفس الاشي بي ويف بتقدر تحددها شوف كيف موجودة بي ويف يتبحها كيو آر اس بينما في الأتريال فبريليشن صعب انك تحدد البي ويف زي ما قلنا بالإضافة انه المسافة ما بين كيو آر اس و كيو آر اس غير منتظمة لاحظ مثلا هاي بعدت لك شان تشوف معاي شوف هون المسافة ما هون تقريبا نصف المسافة هون غير منتظمة تختلف شايف هذا هم اشي في تحديد الأتريال فبريليشن شو اللي بيصير عندك في حالة الأتريال فبريليشن اللي هي نوع من الكاردياك الرذمية مشكلة يعني نبضات القلب سريعة وفيه اضطرابات شو هي الاضطرابات الاضطرابات اللي بتصير في حالة الأتريال فبريليشن لانها أتريال فهي في الأتريام ماشي فهي في الريت أتريام والليفت أتريام نبضات سريعة غير منتظمة وغير متناسقة مع الريت والليفت فماشي فشو اللي بيصير عندك يعني بضخ دم ها ريت أتريام وليفت أتريام بس غير متناسق مع هون فممكن يصير عندك احتمالية انه بعض الدم اللي مش متناسق مع البطين يدخل على بعض الشرايين ويسبب جلطة طبعا المريض اللي بيصير معاه أتريال فيبريليشن الشغلات اللي بشعر فيها مثلا ممكن دوخة خفقان بالقلب بحس فيها بشعر فيها ضعف عام شايف شغلات زي هيت يعني أكثر ممكن وجعس بالصدر كمان بصير شايف فأنت بتعمله ECG وبناء عليه بتتصرف طبعا الأتريال فيبريليشن الغير المنتظمة والغير متناسقة لها في ناس ممكن تكون سلافي صارت معاه وهو بحاجة إلى علاج مباشر مثل ضربة كهرباء أو بعض الأدوية في ناس يعني فقط أدوية زي البيتا بلوكرز بزبط معاه الوضع واموره بتمشي وفي ناس بكون معاه الأتريال فيبريليشن بسموها كرونيك يعني موجودي معاه على طول ويكون ماشي على مميعات دم تمنع حصول الجلطات والتخثر بإذن الله هاي مختصر شديد للأتريال فيبريليشن في عجالة حاول تختصر قدر الإمكان لا طلابنا في الطب وطلابنا في التمريض واللي بيحب يثقف سلام عليكم